عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بمجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن وكذا طلب المعلومات والبيانات والأحصاءات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية ترجمة نانسي قنقر